أول مرة أتكلم بشكل زي كده كنت بزعه وبقوله مش هسمع كلامك تاني سبني بقى عيش حياة نظيفة أنا زهقت وقرفت من العيشة دي ياريتني كنت موت مع أمي في الحدثة هو فيه أب يستغل مرض وعجز بنته بالشكل ده أنت ليمكن تكون أب حتى الإنسان اللي حبني بصدق عايز تبعده عني عايز نفضل طول عمري في الهم بدا بس يكون في علمك أنا مش هشتغل تاني لقيته تعصب جامد ومسكني من كتفي وفدل يهز فيا بجنون وحدفني بقوة لحد ما وقعت من الكرسي المتحرك على الأرض ولقيته بيقولي شكلك يا بيت عايزة تتربي من الأول وجديد والنعمة لكون بعتيك بعس على حدومك تونسيها في قبرها جاتك الأعرف والشفاق رزيها فدلت أعاية على حالي واللي الدنيا والأيام بتعملوا فيا معقول معقول في كده أبويا هو للمفرون يكون ضهري وأماني من الدنيا هو اللي بيخوفني رفعت عيني على الصورة المتعلقة على الحيطة وقلت لها سبتيني ليه سبتيني ليه في الدنيا القاسية ومشيتي ليه سبتيني لوحتي أنا هايام عندي عشرين سنة عايشة مع أبويا بعد ما أمي ماتت في حدثة وأنا عندي ستاشر سنة واللي كان السمب فيها أبويا كانت بتهرب من بطش وضربه فيها أبويا ما كانت يبقي يشتغل على طول كان قاعد طول الوقت على القهوة يشرب ويلعب وهي كان بتشتغل خدامة في البيوت عشان تصرف علي وعليه أما هو كل اللي كان بيعمله كل يوم أنه يضربها وياخد فلوسها ولما كانت تعترض كان يحبسها من غير أكل ولا شرب ويدرابها ويدرابني لحد ما أمي ما تقول حق برقبتي وفي يوم من أصعب أيام حياتي كنت جاية مع ماما من الشغل كان بابا مستني أمي تجيب له فلوس بس ماما ما عرفتش تجيب له المبلغ المطلوب فضل يدرابها في الشارع يدرابها ضرب جامد قوي كنت جاية في البيوت وما خدناش بالنا من العربية اللي جاية علينا بسرعة رهيبة وأعملنا الحدس راحت فيها أمي وارتحت من العذاب اللي كانت فيها إنما أنا الحدسة أثرت على العمود الفقرة وبقت عاجزة على كرسي بعجل وابتدت رحلة شقائم على الأب العق تصدقوا أن أول ما عارف أني بقيت مشلولة وأني لازم أعمل عملية عشان أقدر أمشي تاني رفض وقال أعمل بيها إيه ياريتها كانت ماتت وغارت مع أمها وجراني وأهل الخير هم اللي دفعوا أجر المستشفى وجابوا لي الكرسي المتحرك ده عشان أقدر أخدم نفسي لأنه كان بيهني وبيسمم بدني بكلامه لزي الخنجر وبيعيرني بعجزي ولما كان يلعب ويخسر كان يتنرفز علي ويدربني بأسوأ ويفضل يقولي أنت نحس ووش فقر ده غير أنه خلينا تسول مع الناس ولما لقى الموضوع بيدخله فلوس كتير بيقولي أخيرا بقى لك لازمة بقى عادتك دي ما كانت بيهم وشعوري إيه وأنا بمدي يدي وأشحط من الناس ولما كنت رفض وقل له أنت عايزني أشحط في الشوارع أمي كان بتحلم منها بقى خريجة جامعة وإنت عايز تدمرني ودمرت الحلم اللي كان جوايا زي ما دمرت حياتي وحياتها كان يرد بكل استهتر ويقولي آه عايزك تشحتي ده حتى تشحتي لنص البلد أنت أحسن من مين يعني وحلم أمك ده مات معاها وكان نفسي تروحي معاها بس قدرك تفضلي وعاجزك اللي فكرته عب تلاعله فايدة وبقى أن نكسب من وراك دهب قلت له لا أنا اليوم كن أفضل أشتغل شحاتها قال لي بصوت مرعب هتشتغلي غصبة عنك بدل ما خليك تحصلي أمك في قبرها ومن اليوم ده وأنا بتسول في الشوارع كنت أشوف البنات الأفسيني وهم داخلين الكلية كنت بحسدهم أن ليهم أهل خايفين عليهم وخايفين على مستقبلهم كنت أتمنى يكون لي يا أبي يحبني زيهم إش معنى هم ليهم أهل يخافوا عليهم كده وأنا لا كانت تنزل دموعي وأنا بصبر نفسي وقول نصيبي واسمتي يمكن ربنا شهيل للخير مين يعلم ومرت بيا الأيام والشكور كلها مرت بيا الأيام شبه بعضها لحد ما فيهم سمعت خبط على الباب كانت الست إحسان جارتنا فتحت الباب لقيتها بتقول لي بشويش أبوكي هنا استغربت من طريقتها وقولت لها لأ خرج أنت ليه موطية صوتك كده قالت لي خايفة يكون أبوكي هنا في كلام مهم عايزة أقوله بيني وبينك قلت لها أقولي لقيتها بتقول لي من أسبوع كده كان بيتغدى عندي وليد ابن أخويا وكان واقف في البلكونة وشافك وسألني عليكي قلت له كل حاجة عنك وعن ظروفك ومن يومها وهو كل يوم عندي ويفضل قهد في البلكونة وتفضل عينه متابعاكي لحد ما قلت له ما لك يا واد كل يوم والتاني مشرف عندي هو هوا البلكونة جاء على هواك ولا إيه لقيته بيقولي بتقولي فيها يا عمتي بصراحة من يوم ما شفتها وصورتها مش رضية فارق خيالي لا ليل ولا نهار وعايزة تقدم أطلب إيديها إيه رأيك بقى كنت بسمعها وحسة أن في طاقة نور نورت جواها في أمل أن الدنيا تتحكلي لو لمرة واحدة في العمر بس قلبي رافض يفرح أو يصدق أن واحدة في ظروفي ممكن تلاقي حد يعجب بيها ويحبها قطع سرحاني كلام الست إحسان وهي بتقولي ها قلت إيه أبصروا أنك موافقة ابتسمت ونزلت عيني في الأرض ردت هي وقالت يبقى السكوت علمت الرضا يبقى هستنكي بكرة تجيني هنروح مشوارنا وانتي أسيبك بقى لحسن أبوكي يطب علينا وسابتني ومشيت وفضلت أنا أحلم بفارس الأحلام المجهول وجه الصبح وجات الست إحسان واخدتني معاها سألتها الروح فين لقيتها بتقولي سبيلي نفسك خالص النهاردة لقيتها لبستني فستان جديد وروحنا قعدنا في مطعم سبك ولقيت شاب واسيم جاي نحيتنا بيتكلمه هو مبتسم ولقيته بيقول أوامر البرنسيسة إيه دحكت خالصي إحسان وقالت الغدى النهاردة على زوء صاحب المحل دحك وسحب كرسي وقعد معانا وهو بيعرفني بنفسه أنا وليد معايا اللي صانت حقوق طول عمري شغال مع أبويا في مطعم السمك ودلوقتي بقت صاحبه لما أبويا مات رفضت تقفله وكبرته والحمد لله من دخله جبت شقة معقولة وفرشتها كمان وماليش حد في الدنيا غير أمي ومن يوم ما شفتك وأنا بتمنى تكوني ليا ها قلت إيه مش بزمتك عريس لقطة ومطرفتش دحكت بخجل من أسلوب وخفت دمه سمعته بيقول دحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا تشعل قلت للست إحسان مش يلا نروح بقى لحسن بابا يقلق علي وانت عارفة قلت بوصلكم وفعلا وصلنا واتفق معايا أنه هيكلم بابا ما كنتش مصدق أنه ممكن حد يحبني وأنا في الحالة دي أنا مينفعش أفتح بيت وبقى مسؤولة على الراجل وولاد أنا عبق على أي حد يفكر يقرب مني وجي اليوم اللي واليد جي يتقدملي جي يتقدملي رسمي واتفاجئت ببابا بيطلب منه شاب كغالية قوي وطلبات كتيرة طلبات مبالغ فيها وكان قاصد أنه يعجزه أو يطفشه وليدي استغرب من كل طلباته ومن المبالغ اللي بيطلبها بس وقتها قال لي بعيونه كأنه بيطمني ولا يهبك يا هيام قويت زعلي وأنا موجود ورد على بابا وقال له وكل اللي أنت قلته ربنا يقدرني هعمله هعمله عشان خاطر هيام قال له يبقى تكتب لها المحل باسمها ردت الست إحسان وقالت لأ بقى ده أنت كده تبقى بتطفش الجدع وأنا فهم أنت بتعمل كده ليه عايزها تفضل جنبك عشان تعيش على حسها لقيته زع وقال أنا حر أنا حر يا ستانتي أنا أطلب اللي أنا شايفه مناسب لبنتي واللي معهوش ما يلزموش وطردهم وقال لهم أنا ما عنديش بنات الجواز ورجعت من ذكرياتي وكأنه وقعت من سابع سماء لسابع أرض الحلم الوردي اختفى وحل مكانه كبوس ما كنتش عارفة أعمل إيه غير أن أصلي ودعيله هو بس اللي عالم بي وبحالي وقادروا أن يخلصني من الحياة دي ونمت وانا مسلمة أمر لله ومرت الأيام شبه بعضها سئيلة ومملة وكل يوم أبويا يضربني عشان أخرج أشحت وأنا أرفض لحد ما يأس مني وطردني من البيت وقال لي هرميكي لكلاب السكك لحد ما تقولي حقي برقابتي ما كنتش عارفة أروح فين قعدت في عشة في الأرض الفاضية لجنب البيت لحد ما النهار يطلع وأشوف هعمل إيه وما في الساعتين إلا لو سمعت أصوات كتير وناس بتزعق خرقت أشوف إيه اللي بيحصل برا شفت منظر عمري بكت أتصور إن أشوفه شفت أبويا الناس بتخرجوا من البيت وهو النار أيدا في كل حتة في جسمه والبيت كل مولع اتحركت بصعوبة وأنا بعيد وبسأل إيه اللي حصل عرفت إنه النور قطع وهو أولع شمعة وفدل يشرب لحد ما نام والشمعة مسكت في مفرش الترابيزة وعملت الحريقة في البيت كله قربت منه وقلت له ليه كده أخدت إيه من عمالك دي عشت عمرك كله تعصي ربنا ولما قابلته قابلته برضو أنت على معاصية حسيت بإيد بالطبطب علي وسمعت صوته رفعت عيني لمصدر الصوت ولقيت وليد كان بيقولي شدي حيلك هو راحل اللي خلقه سمحيه وطلبيله الرحمة ومرت أيام العزة وقرر وليد طلب الجواز مني وتجوزنا والمفاجأة إن وليد تكفل بكل مصاريف العملية والحمد لله رجعت أمشي تاني على رجليه وربنا كرمني وعوضني أجمل عوض وليد كان ونعم الزوج والأخ والأب أنا خلاص خلصت حكايتي وجاي أقول لكم اوعى تستعجل رزق ربنا لأنه دايماً بيخلق فأضاء رحمة خليك واسق من وعده ليك وأنه سايل لك الخير بس أنت أصبر واحمده واشكره وفوز بأجر الصابرين زي ما ربنا أهل وبشر الصابرين ترجمة نانسي قنقر